موسيقى يشد الصف بشيشري الخبز ولكن يشيخ كيف رجل اعمال يتحط في الحبس ولكن هات نرجع للمبدأ متع ازداء قروض بدون ضمانات في بعد معين في بالي هذا المطلوب من البنوك من ناحية تجيع الاقتصاد والاستثمار ومن ناحية اخرى زادة راه اكبر طرف يلم في القروضات وياخذ من غير ضمان هو الدولة مدامنا نحكيه على البنك الوطني الفلاحي لازم نستعرف ان البنك يحب من ديوان الحبوب قريب 4900 مليار هذك باش نجيبه في الفارينة اللي نعملوا به في الخبز السؤال المطروح هنا هو هل انه البنك عنده ادنى ضمان على انه الفلوس هذي بش ترجع ولا قيد على انه الدولة هي اللي متسلفة هاو رئيس نفس الدولة هذي يجي للبنك ويوبخ في مسؤوليه مش كاي انه فما حاجة غالطة هنا وفي غير هذا على مستوى ديو الدولي ياخي القروضات اللي تخطفهم الدولة التونسية من عند الافيمي ولا من عند الافريكسين بانك ولا البنك الدولي على اي ضمان زعمه ولا نطلعوش راهنين البلاد وما في بلنياش علش الدولة تنجم تتسلف كما تحبي دون ضمان والفعل الاقتصادي ما ينجمش علش الدولة التونسية تسمح الروحة بش ما تخلصش الناس ومبعد جي وزارة المالية تقولنا عندي فائض في الميزانية كان اي فعل اقتصادي يقعد ما يخلصش الناس بالطريقة هذي كرة ويدخل الحبس هذا الكل ما يعنيش راهو انه ما فماش مشكل في موضوع القروضات اما كان جات الامور فيها اكثر ببرشة مصداقية لو كانت الدولة ماش تعمل في اللي تعمل فيها